السلام عليكم ورحمة الله درسي اليوم علوم للصف الأول المتوسط راح نحل مراجعة الفصل الأول صفحة 25 الجزء الأول الفصل الأول مراجعة الفصل صفحة 25 و 26 أولا اكتب الرقم الذي في المجموعة بي أمام العبارة التي يناسبها من المجموعة A يعني هنا عندنا A وهنا B هنا الأجوبة راح نأخذ بس هذا الرقم كل شيء له كتلة وله حجم اللي هي النقطة الثالثة المادة التغير الذي ينتج عنه تغير في تركيب المادة اللي هي التغير الكيميائي مقدار الحيزة الذي تشغله المادة في الكون الحجم غشاء رقيق يعمل على تقليص مساحة سطح السائل إلى أقل مساحة ممكنة شدد سطحي التغير الذي قد تغير فيه بعض صفات المادة الفيزيائية دون تغير المادة الأصدية هو التغير الفيزيائي خاصية السائل التي بدورها يقاوم السائل الإنسياء اللي هي اللزوجة كمية المادة الموجودة في حجم معين اللي هي الكثابة يعني هنا ثلاثة ثمانية اثنين سبعة ستة خمسة أربعة ثانيا اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي أولا استوانة مدرجة تحتوي ماء حجمه معلوم أدخل فيه حجرا صغيرا فارتفع سطح الماء في الأصدوانة المدرجة في هذه التجربة تم قياس ألف حجم الحجر وزن الماء وزن الحجر لو حجم الماء الجواب الصحيح هو ألف اللي هو حجم الحجر ثانيا وحدة قياس الكثابة هي ألف غرام على سنتيمتر با غرام على سنتيمتر تقعيد جيم غرام على سنتيمتر تربيع دال غرام في سنتيمتر الجواب الصحيح هو با غرام على سنتيمتر تقعيد خلصنا خمسة وعشرين ننتقل إلى صفحة ستة وعشرين في قائمين صفحة ستة وعشرين الثالثة أي من مجموعات الوحدات التالية تعبر عن محدات الحجم ألف غرام على سنتيمتر تربيع الأل با غرام على كيلوغرام أم أل جيم سنتيمتر تقعيب أل على أم أل و سي دي دال سنتيمتر تربيع غرام أم أل إذ جواب الصحيح هو حرف جيم سنتيمتر تقعيب أل على أم أل رابعا الكثافة تعبر عن العلاقة بين ألف الحجم والوزن الكتلة والوزن الكتلة والحجم والحجم والمساحة الجواب الصحيح اللي هو الفرع جيم يعني الكتلة والحجم خامسين أي مما يلي مادة صلبة متبلورة الزجاج لو المطاط لو الجليد لو البلاستيك الجليد ستة كثافة المادة تمثل ألف ثقل المادة با حاصل قسمة كتلة المادة على حجمها أجيب حجم المادة دال حاصل ضرب كتلة المادة في حجمها الجواب الصحيح هو با حاصل قسمة كتلة المادة على حجمها سابعا عندما يتحول الجليد إلى ما يبقى الجليد محتفظا بكتلته لو حجمه لو شكله لو حالته الجواب الصحيح هو ألف كتلته ثالثا أسئلة ذاتها إجابات قصيرة أول ما المعادلة المستعملة لحساب الكثافة؟ قانون الكثافة نقول الكثافة تساوي الكتلة على الحجم الكتلة على يمن على الحجم ورو سوري سوري رو أم على في ثانيا عدة ثلاث خواص للمادة ثلاث خواص للمادة الحجم والكتلة والكثافة الحجم والكتلة والكثافة خواص المادة الحجم والكتلة والكثافة ثلاثا حدد بعض الدلائل التي تشير إلى حدود تغير كيميائي للمادة أولا نقول يصاحب التغير الكيميائي انبعاث ضوء حرارة يصاحب التغير الكيميائي انبعاث ضوء وحرارة اثنين سوف تنتج مادة جديدة تختلف عن المادة الأصلية سوف تنتج مادة جديدة تختلف عن المادة الأصلية تفكير الناقض أولا لماذا لا يمكن قياس الكثافة بصورة مباشرة لأن الكثافة تحتاج إلى قياس الحجم والكتلة ويتم قياسها باستعمال أدوات خاصة وباستخدام العلاقة اللي هي رو يساوي أنه M على الكتلة M على الحجم يعني نقيس الكثافة أعيدة النقطة الأولى لأن الكثافة تحتاج إلى قياس الحجم والكتلة ويتم قياسها باستعمال أدوات خاصة وباستخدام العلاقة رو يساوي أنه M على V اللي ينقيس الكثافة ثانيا كيف يمكن أن يكون حجم كميتين من الغاز مختلفتين في حيننا كتلتهما متساويتين لأن الغاز يأخذ حجم الإناء الذي يحتوي وتكون كتلته ثابتة لأن الغاز يأخذ حجم الإناء الذي يحتوي وتكون كتلته ثابتة ثالثة ما الخاصية المشتركة بين الحالة الصلبة والحالة السائلة وما الخاصة المشتركة بين الحالة السائلة والحالة الغازية الخاصية المشتركة بين الحالة الصلبة والحالة السائلة يعني ثنا تم حجم محدد أما الخاصية المشتركة بين الحالة السائلة والحالة الغازية لها شكل متغير هاي عيني صفحة 25 و 26 حل مراجعة الفصل الأول إن شاء الله التوفير